السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اخواني شو اخباركم معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf طبعا اكيد اغلبكم شاف الفيديو طبع الفوتوشوب اللي انا نزلته اللي هو نقل او تركيب الوجوه من صورة لصورة باستخدام الفوتوشوب بكل بساطة على العموم اذا ما شفته رابطه رح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف انزل وشوفه هسا جاي احكي لكم كيف ممكن انك تركب وجه على وجه من خلال تليفونك الاندرويد لان طريقة الفوتوشوب اكيد بتحتاج كمبيوتر فعالاندرويد عشان تركب وجه على وجه او تاخد وجه وتركبه على جسم اخر انت محتاج هالبرنامج زي ما انت شايف اسمه Cut Paste Photo بامكانك تنزلوا من الجوجل بلاي بشكل مجاني او من خلال مدونتي ورابط التدوينة موجود تحت الفيديو بالوصف طبعا زي ما انتوا شايفين بالصورة امامكم بالفوتوشوب بتمكنت اني يحول ويل سميث الى جاكي شان او جاكي سميث خلينا نسميه لانه صار مكس بين امريكي افريقي وصيني المهم بعد ما ننزل هالبرنامج على التليفون بنفتحه طبعا بعد ما تفتحه رح يفتح معك بهالشكل زي ما انت شايف فيه عندك مربع هون بالاسفل وكمان مربع هون بالاسفل بنيجي على المربع الاول اذا بتلاحظ باعلى الشاشة بيحكيه لك Cut يعني هون بتحط الصورة اللي انت بدك تاخذ الوجه منها فبنيجي بنكبس على الكبسي هاي اللي هون وبتختار من وين بدك تاخذ الصورة طبعا للخصوصية عشان تليفوني على صور بتهمني او خاصة فيي رح اختار الصورة وارجع لكم طبعا بهالمثال برضو رح استخدم نفس الصور اللي هم جاكي شان ويل سميث اوكي بخانة الكت بنحط الصورة اللي بدنا ناخذ منها الوجه نيجي على الصورة اللي جنبها بتحط هون الوجه اللي انت بدك تعمل عليه بيست او لسق للوجه اللي انت اخدته يعني اللي بدك تركب عليه فزي الصورة الاولى بنكبس هون عشان نجيب الصورة بنختار من وين نجيبها بختار الصورة وبرجع لكم زي ما انتوا شايفين صارت عندي صورة ويل سميث وصورة جاكي شان هسا بنيجي على الصورة هاي تبعة الكت او الصورة اللي احنا بنواخذ الوجه منها طبعا هون بدك تركيز مش طبيعي وكل مكان اصبعك اصغر كل مكان احسن لانهم اللي اصابعهم كبيرة او اصابعهم دفشة ما رح يزبط معهم للأسف زي ما انتوا شايفين يجي بنحط اصبعنا على المكان اللي بننبلش نحدد منه بتلاحظ هون ظهور الصورة بحجم مكبر بتصير تحدد الصورة بتحدد بتحدد طبعا انا مش مش مركز مزبوط على كل ما بدأ اجيبها مية بالمية بس بدي افرجيكم بس تحدد الوجه كامل بنترك زي ما انتوا شايف الوجه كامل تحدد حاليا منكبس على الصورة اللي بالاسفل تبعته اللي سميث اللي احنا بنحط عليها الوجه زي ما انتوا شايف نحط الوجه عليها بامكانك تحركه للأسف ما بتقدر تتحكم بالوجه كامل زي الفوتوشوب بس فقط بامكانك تكبر وتصغر اما تعكس تلف تحركي من شمال لا بنكبرها حسب ما احنا شايفين مناسب مثلا هيك بنحاول نناسق العيون مع العيون بعدين منكبس على علامة الصحة تنتظر عليه لحد ما يشتغل شغله طبعا زي ما انتوا شايفين تم تركيب الصورة ولكن مش زي ما بدي ما قصيت الصورة بشكل مناسب فبالتالي ما تركبت مظبوط هسا انت لما تقص الصورة بدك تحاول بس تاخذ الملامح لهم العيون والأنف والفم وتحاول تبعد عن اذا كان في ضل بالصورة او اذا كان في ضو زيادة على اساس انه البرنامج زي ما شفته لما يبلش يعد يحاول انه يناسق الالوان مع بعض فزي ما انتوا شايفين الصورة حاليا مبين انها مركب تركيب خليني اجرب على صورتين اخريات طيب اوكي زي ما انتوا شايفين جبت صورة التخرج تبعتي للأسف ما عندي صور فخليني اجرب اسحب وجهي ونركبه على نشوف كيف رح يطلع مز ولا مش مز مكبر شفايفي المهم نروح الصورة الثانية طبعا هو للأسف انا ما رح يزبط معه لانه زي ما انتوا شايفين انا بتطلع باتجاه وويل سميث بتطلع باتجاه فعالتليفون هون زي ما حكيت لك ما بتقدر تتحكم باتجاه الصورة او تعكسها او تلفها او 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 ما لك حرية في هاي الاشياء فلما بدك تركيب على هذا البرنامج بدك تركيب صورتين يكونوا متطابقين او بتطلعوا على نفس الجهة فنصغر خلينا نحكي هيك ونحكي بسم الله سنكبرها شوي نجرب هيك نحكي له صح ان شاء الله ما يطلع الشكل وبخزي اتزلت الحياة انا خلص دمرت هيك زي ما شفتم مثل ما حكيت لكم على التليفون هون ما رح تقدر تتحكم بالصورة فاذا انتم لاحظين حاول انه يطابق الصورتين ومطابقة الالوان انا شايف انها نوعا ما ممتازة حاليا بس الاشي الوحيد اللي خرب الموضوع انه انا صورتي بتطلع اتجاه والاسميث بتطلع باتجاه ثاني فبدك تحاول تركيب صورتين يكونوا مستقيمات او صورتين على نفس الاتجاه لانك ما بتقدر تتحكم بالصورة زي ما بدك هون فانا بنصح كذا بدك تركيب الصور زي هيك تركبهم على الفوتوشوب واذا ما شفت الشرح رح يكون رابطه موجود تحت الفيديو بالوصف والحمد لله جيران ما اجع بالهم يكنسوا بمكنسة الكهرباء الا هو سعيد بشرح ما بعرف اذا سمعين الصوت ولا لا المهم خلين انهي لهون انا بكفي طولت بالفيديو زيادة عن اللزوم زي ما شفت البرنامج اسمه كات بيست فوتو بإمكانك نزله من الجوجل بلاي بشكل مجاني او من خلال مدونتي ورابط التدويني موجود تحت الفيديو بالوصف وكمان رابط قناة الاحتياطية يرى تدعموها وكمان صفحتي على الفيسبوك اذا كنت حاب تنورنا هناك ويرات ما تنسوا الدعم لايك شير واشتراك للقناة اذا ما كنت مشترك وإلى هنا صار لازم انهي الفيديو واحكيركم ان شاء الله بنشوفكم بالفيديوهات القادمة شكرا للمشاهدة يعطيكم العافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Golf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته